اشتركوا في القناة احكموا بهذا بماذا يوصينا الكتاب أن نحكم وصلنا إلى رمية 14 في درستنا في برنامج فحصين الكتب اللي بنرحب بك في حلقة جديدة منه فابقى معنا في جلستنا الحواري لانه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الاحياء والاموات واما انت فلماذا تدين اخاك او انت ايضا لماذا تزدري باخيك لاننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح لانه مكتوب انا حي يقول الرب انه لي ستكثو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله الصحر 14 من رسالة رمية في بدايته بيتكلم عن المؤمن الضعيف والمؤمن القوي وده لانه كان فيه خلفيات مختلفة فبعضهم يهود وبعضهم امم اليهودي كان عنده حساسية من جهة الاكل في بعض الاطعمة ما بيش بياكلها والمؤمن القوي اللي هو الاممي كان بياكل كل شيء فحدا حصل خلافات بين المؤمنين بعضهم مع بعض فالرسول بولوس بيقول لهم هنا في الجزء دو لماذا تدين اخاك الضعيف كان بيدين المؤمن القوي اللي بياكل كل شيء او انت ايضا لماذا تزدري باخيك فكان المؤمن القوي يحتقر او يزدري باخي الذي يمتنى عن بعض الاطعمة فبيقول ما ينفعش ان حد يدين او حد يزدري في موضوع الاكل والشرب في الطعام ليه لعدة اسباب اولا ان المؤمن للرب فبيقول في الجزء السابق لاننا ان عشنا فللرب نعيش وان متنا فلرب نموت ثم يعلن عن سيادة المسيح المسيح مات وقام وعاش لكي يسود على الاحياء والاموات فالسيادة ينبغي ان تكون للمسيح ليس سيادة بعضنا على بعض لا نسود بعضنا على بعض لكن السيادة كلها للمسيح بعد كده بيقول لنا مش بس ان احنا للرب المؤمن للرب لكن ده كل واحد سيعطي عن نفسه حسابا بعدين بيجيب لنا عبارة جميلة في عدد عشرة لاننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح يعني كل البشر سيقفوا امام كرسي المسيح طبعا كنا في دوره واختلاف الوقفات واختلاف المكان ففيه ثلاث وقفات اساسية المؤمنين الحقيقيين اللي ارتبطوا بالرب سيقفوا امام كرسي المسيح للمكافأة ده قبل الظهور مباشرة والمكان في بيت الآب ثم عندما يظهر المسيح بالمجد والقوة وينزل على الارض ورجليه تطأ جابل الزيتون هيجمع الاحياء ويدين الاحياء على الارض بعد كده في سفر الرؤية الصحة الشين بيتكلم عن العرش العظيم الأبيض الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهم موضع ورأيت الأموات كبارا وصغار وقفين أمام العرش هنا بقى دينونة الأموات يبقى فيه ثلاث وقفات وقفت المؤمنين أمام كرسي المسيح للمكافأة ثم دينونة الاحياء دي على الأرض ودينونة الأموات دي في الفراغ فبيعلن ويقول طالما هنقف قدام كرسي المسيح كل واحد سيعطي عن نفسه حسابا فمنفعش لا الدين ولا تزداري بأخيك من ضمن النقاط الجميلة اللي اتكلمت فيها وبناء على الحلقة السابقة زي ما اسمعنا أنه ولا واحد فينا يعيش لذاته ولا واحد فينا يموت لذاته إن عيشنا في اللي رب نعيش إن موتنا في اللي رب نموت جميل أول ما يبدأ بيقول لأنه لهذا لأنه لهذا مات المسيح آخ لو ما كانش المسيح جيه ومات كنا نفضل غرقانين في الزات وكان لا يمكن تحل أي مشكلة موجودة في الأرض لأن مركزية الإنسان بسبب السقوط هي ذاته أصبح الإنسان عبداً لنفسه إلهاً لنفسه ودي الجرثومة اللي ظهرت في الشيطان تأليه الذات ودي الجرثومة اللي نجح الشيطان يزرحها في الإنسان تأليه الذات ودي المشكلة اللي اتحلت في صليب المسيح لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش فأنقذ حياتنا من هذا الصنم الداخلي العيشة للذات وعش كده حتى رسول بوليس يقول نفس الفكرة في كورونسوس تانية خمسة إنه كيعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي فحط الصراع المهول بين سيطرة الزات وبالتالي الكبرياء والتأليه وهنا أجدوا في صياق مع النص الرغبة في تأليه ذاتي عشان أتسلط والرغبة في تأليه ذاتي عشان أتسيد ويعتبر أن أنا مؤمن فاهم أروح ضغط على المؤمنين اللي مش فاهمين فبيقولوا لا 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 الإله ده اللي هو ذاتك دي لا إنساها أصلبها موتها مارس الحياة في المسيح قام المسيح لهذا مات المسيح وقام وعاش إحنا متعودين نقرأ في رسالة روميا عن موته وقامته مثلا روميا أربعة خمسة وعشرين الذي أسلم من أجل خطيانا وأقيمه لأجل تبريرنا ده غرض لموت وقامة المسيح بس هنا بيزود حاجة وعاش بيكلمنا عن موته وقامته وهو الآن حي لماذا؟ مات وقام ده عشان يبررنا عشان يخلصنا هذا يكفي لخلاصنا لكن هو كمان مش بس مات وقام لكنه عاش لكي يسود على الأحياء والأموت بلغة يحنى 17 يقول المسيح للآب إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته فالمسيح له السيادة سواء على دائرة الأموت أو الأحياء فالمسيح له السيادة المطلقة في الدائرتين لأنه مش بس مات وقام لكن وأيضا عاش لو كان مسيح مجرد مات وقام يبقى خلصنا هذا يكفي لكن عندما عاش حيعيش حيعيش إيه؟ حيعيش له السيادة المطلقة على كل البشر طب في ناس كتيرة بتنكروا آه النهاردة بينكروا براحتهم لأن ربنا مدي فطرة سماح زمان نعمة مطول باله على الأشرار لكن حييجي اليوم زي ما بيقول لنا في عدد 11 لأنه مكتوب أنا حي يقول الرب وهنا بيتكلم عن أنا حي لأنه مات وقام وعاش بس الكلام هنا أنا حي يقول الرب ده كلام عن الله أنه ليستكث كل رجبة وكل لسان سيحمد الله في الحقيقة لما نرجع للآية دي اقتبست من إشعية خمسة واربعين نعرف أنه بيتكلم عن المخلص التافتوا إلي واخلصوا دعي اسمه يسوع لأنه يخلص فهو يخلص مش كده فالمسيح يخلص وليس بأحد غيره الخلص بيقدم الخلص لكل تائم مؤمن طب وماذا عن الذي يقول لربنا مش عايز عطاياك هب هباتك لنفسك وعطاياك لغيره مش عايز هاتيجي يوم سوف تكثو مرغماً لابن الإله يا صديقي مفيش إلا طريق واحد يأما تتصالح معاه الآن يأما هتكثو مرغماً لابن الإله عندما يأتي في غضبه لكي يدين العالم إلا يا دي بتحط حق حصري للمسيح بالسيادة نعم لأنه مات وقام أي اللي نفسه في هذا المدمار ياخد سيادة محدش يدري نفسه مات وقام مات أكمل العمل قام أعلن من هو وبناء على هذه الجزئيتين صاحب العمل الكامل وصاحب الطبيعة الإلهية اللي قدر يقيم نفسه من الأموات هو الوحيد اللي من حقه أنه يسود على الأحياء والأموات وبالتالي تتصطب أي سيادة تانية بعد كده كم من الزعماء السياسيين أو الدينيين أو العلماء أو اللي عندهم أموال وأغنية ماتوا بس كم واحد منهم بعد ما مات أم أم خلصت وفي ذلك اليوم زي ما قال المزمور تهلك أفكار يعني عنده أفكار ومشاريع وخطط وهو عايش مات في ذلك اليوم هلكت أفكار خلص المسيح أعظم عمل عمله عندما مات ثم قام كده فيه تحذير مهول وراها على طول في عدد عشرة وأما أنت يعني كأنه بيحط كل واحد فينا أو خلينا نقول بيحط المؤمن القوي اللي بيسعى أنه يسيطر على الضعيف ويدينه أو المؤمن اللي عايز يزدري بيقوله أما أنت أما أنت يعني لنت المسيح ولا أنت موت ولا أنت قمت ولا أنت حي تسود فمعنى كده أنت ملكش أي حق نهائي أنك تدين والآخر بيقوله وأنت ليس لك أي حق نهائي أن تسدري فأمام شخص المسيح نفقد تماما كل الحقوق أنه يتحرك فينا إيدانا أو إصدراء للمؤمنين الضعفاء ده بيشجعنا ويقول لنا أو بيحذرنا وبيقول لنا أنا لست سيدا على إخوتي المسيح له السيادة على جميع المؤمنين وعلينا أننا نخضع لسيادة المسيح فقط ومن ناحية تانية بيحط يعني ممكن واحد يقول لك طبما مبدأ الحرية اللي قلنا عنه أنه كل واحد يتصرف في المنطقة الرمادي اللي كنا نتكلم عنها برحته طبما وهيسي استخدامها يقول لك وما ما لكش دعوة أنت إذا هيسي استخدامها هو كمان هيقف قدام كرسي المسيح هو لمولاه كلمة كرسي المسيح هنا في الكتاب المشهد الله ولو قرنا في رؤية عشرين بدءا من عدد حداشر رأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله وكلمة كرسي المسيح برضو بالأصل اليوناني بيما وكلمة بيما هي المنصة اللي كانت في الألعاب الأولمبية اللي بعدما المتسابقين والمتنافسين في الألعاب الأولمبية كل واحد يؤدي دوره وبعدين يقف قدام المنصة من الذي يحكم أنا ممكن وأنا مشاهد أقول لك بيلعب كويس وإذا بيلعب مش كويس بس في الحقيقة لا قيمة إطلاقا لحكم المشاهدين أما للحكم اللي ليه القيبة الحقيقية المين للحكم عشان كده بيقول من أنت الذي تدين عبد غيرك أنت إيه المعلومات اللي عندك أولا الله مش بس بيهتم بتعمل إيه لكن بتعمل إيه ليه وأنا معرفش هو بيعمل إيه بالكاد أعرف هو بيعمل إيه بالكاد لكن بيعمل إيه طب حعرفها منين دي لكن المسيح يملك هذه لأنه هو الله كاشف القلوب مختبر الصرار يعني هنا نقدر نقول خطورة إدانة الدوافع مش من حق مش من حق صحيح لأني معرفش معرفش الحرية في المسيحية تمتاز المسيحية عن أي دين بالحرية التي تمتعنا بها وهذا ما يؤكد عليه بولوس قائلا فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتبك أيضا بنير عبودية فالمسيحية لا تقدم قوائم بالمحللات والمحرمات لأنها لا تعلم بقداسة أو نجاسة المادة في حد ذاتها بل تعلن صراحة ليس شيء نجسا بذاته كل شيء طاهر للطاهرين كل الأشياء تحل لي ولكن لكل حرية ضوابط وإلا تحولت الحرية لعبودية ولهذا يحذر بولوس فإنكم إنما دعيتم للحرية أيها الإخوة غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد ويؤكد الرسول بطرس على نفس الفكرة كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم سطرة للشر بل كعبيد الله ولهذا قدم الكتاب المقدس ثلاثة ضوابط على الأقل تحدد مناسبة الشيء من عدمه وعما إذا كان موافقا فعله أم لا واحد لا يتسلط علي شيء اثنان أن لا يوضع للأخي أو للغير مصدمة أو معفرة ثلاثة من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس لكنه شر للإنسان الذي يأكل بعفرة فإذا كل واحد مننا سيعطي عن نفسه حسابا لله فلا نحاكم أيضا بعضنا بعضا بل بالحريح كموا بهذا أن لا يوضع للأخي مصدمة أو معفرة إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس فإن كان أخوك بسبب طعامك يحزن فلست تسلق بعد حسب المحبة لا تهلق بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله فلا يفترى على صلاحك بناء على ما سبق أن الله صاحب السلطان في الكنيسة أن المسيح هو الرب في الكنيسة سنقف أمام كرسي المسيح سنعطي حسابا الرسول بيقول لكل واحد فينا خلي بالك في محاسبة في محاسبة وعشان كده بيبدأ سلسلة من التحذيرات والتحريضات للمؤمنين وأغلبية النص مركز على المؤمن القوي يعني وإن كان جايب مرة المؤمن الضعيف لكن مركز على المؤمن القوي لأنه هو دا دايماً اللي بيقع في خطر إنه يدين فعشان كده مباشرةً بيبتدي يكلمهم بيقولوا إذن فلا نحاكم أيضاً بعضنا بعضاً كمال لو كان بيرجعنا للعدد الأول اقبل اوعى تحاكم أفكار بيؤكد عليك اوعى تحاكم أفكار اوعى تجيبه للمحاكمة أمامك ومش بس كده دا انت مش بس ما تحاكمش لا اعمل الإيجابي الإيجابي استخدم طاقتك اللي كنت هتنفقها إنك تجيبه وتحزبه وتضغط عليه وتحاكم أفكاره واستخدم نفس الطاقة دي عشان تشيل من قدام المؤمن الضعيف أي مصدمة أو معصرة افتح قدامه السكة لأن الله زي ما قرنا في الأول عايز يثبته الله عايز يكباره الله عايز ينميه هو عنده معرفة قليلة فبسبب كده ضعيف في الإيمان الله عايز يزود المعرفة بتاعته كما لو كان بيقوله بدل ما تنفق وقتك في محاكمته يا أخي اعمل معاه قاعدة في قرية الكتاب فهموا مزيد من الحق فهموا إزاي إن احنا انتقلنا من اليهودية وإن الأطعمة دي ملهاش تأثير علينا وإنها لا يمكن تنجسك فكما لو كان الله بيقوله استخدم طاقتك استخدم وقتك واستخدم القاعدة معاه بطريقة إيجابية عليمه أكتر كلمة الله ومش بس كده وبيقوله خلي بالك لو ما عملتش كده انت هتقع في مشاكل كتيرة إنك إنك لو 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 جبته في المحاكمة انت هتحطله مصدمة وكلمة معصارة بمعنى فخ يعني انت انت قد تكون ناوي توقعه ومش بس كده ده انت هتعرضه للحزن غالبا لو ضغط عليه ووقعته وخليته أكل وهو لسه مش فاهم فهي بتدي يحزن أو يمكن لو شافك وانت بتاكل بتمارس حريتك بغض النظر عنك هتعثر غيرك يمكن هيحزن ده مش بس كده انت اللي بتعمله ده خطر جدا لممكن يعرض ناس لها لك انت بتعمل انت بتعمل حاجة صعبة جدا فعشان كده أوعد تنفق طاقاتك وقوعد تمارس حريتك بغض النظر عن أخوك الضعيف تذكر انك ستعطي حسابا عن نفسك قدام الله كل مرة الجزء ده أفتكر في يوم الأيام لما يوحن الحبيب اللي كان بيعود جنب السيد يدكئ رأسه على صدره لما شافه أول مرة في منظره القضائي سقطتوا عند رجليه كمية محتاجين نرى المسيح في ثيابه القضائية ليضع في قلوبنا الرهبة والمخافة وتذكر ان احنا هنقف قدامه نتحاسب بيركز هنا في الجزء ده على قانون المحبة يعني احنا شفنا ان المؤمن ملك للرب وان المسيح هو الذي يسود على الأحياء والأموات وإحنا هنقف كلنا قدام كرس المسيح كل واحد هيعطي عن نفسه حسابا لله بس بيقوله كمان في قانون اسمه قانون المحبة فلست لو انت بتجعل معصرة أو مصدمة حاجة يصطدم بها أخوه يتعصر أو يسقط فلست تسلك بعد حسب المحبة يعني المحبة تدفعني ان انا لا أعصر أخي بل بالعكس أشجعه وامسك بأيديه وقويمه محتاج فاهم يفهم محتاج تشجيع أشجعه أعمل على بنائه وليس على سقوطه في عدد اتناشر فإذا كل واحد مننا سيعطي عن نفسه حسابا لله بالارتباط بالآية دي في أيتين في غلطية ستة قد يبدوان متعارضين فبيقول في غلطية ستة عدد اتنين احملوا بعضكم أثقال بعض في نفس الأصحاح في عدد خمسة لأن كل واحد سيحمل حملة نفسه هل في تعارض لا ما فيش تعارض الحل ازاي النهاردة احنا علينا ان نحمل بعضنا أثقال بعض يعني حدا كتفضلت وقلت ان خطر ان نحط مصدمة تصده او معثرة تشنكله وتوقعه لا دا مش بس كده انا قانون المحبة بيلزمني اني اشيل حمل لأخوي عشان اساعده هو عاوز يجري انا اتمنى ان هو يجري فاشيل عنه بعض الاثقال اللي مخليها مش عارف يركض لكن حياتي يوم عندما ناقف امام كرسي المسيح انا مش هتحاسب على ان انت عملته انا هتحاسب على اللي انا عملته عشان كده كل واحد سيعطي عن نفسه حسابا لله وبرضو قلته دا انا حب احط تحتي خط مرة تاني محتاجين نتذكر اننا حنقف امام هذه الوقفة اللي مش سهلة يعني احيانا ممكن بننسب نتجاهل لكن فعلا يوحن لما شاف منظر الرب القضائي يعني سقط عند الرجلي كميت يعني مش امر مش سهل فربنا يساعدنا علشان ما نتعاملش مع اخوتنا بلا مبالات ونحط معفرة مصدمة ربنا عارف اللي انا بعمله وعارف نوايا وحيحسبني لانه يعرف كل شي عني حتة جميلة في عدد 14 ضد الخرافات اني عالم ومتيقل في الرب يسوع انه ليس شيء نجسا بذاته لانه يشاع كتير والناس نتيجة لضعف المعرفة وضعف النور وابتعاد الناس عن نور كلمة الله ينحرفون الى الخرافات فيبتدوا بقى يفحم يشيعوا الخرافات انه مثلا الاكل ده هينجسك الاكل ده هيعطلك روحيا او الاكل ده هيقويك روحيا وهنا الرسول بكل قوة بيهد الخرافة دي وما ابشع الخرافات المنتشرة ولا سيامة وسط المسيحية اللي هاي المفروض تمتلك اقوانور صحيح اقوانور كلمة الله بتذكر تحذير اشعياء وهو بيشوف الشعب بداخل وخايف من هجوم الاشوري في اشعياء تمانية وبدل ما يجري على الله عشان يفهم صح جري على المشخشقين والهامسين وقال لهم هذا القول الخطير الى الشريعة والى الشهادة اللي ما يقول مثل هذا القول فليس لهم فجر فمش يكون لهم نور مش يكون عندهم إضاءة فيعبرون فيها مضايقين جاعين ويكونوا مطرودين في الظلام دلوقتي نتيجة لقلة كلمة الله وقلة النور الالهي وحتى جميلة هنا يقول متيقن في الرب يسوع وانا اعتقد انه هو بيقول الرب يسوع ليه مين اللي بنوره كشف كل شيء كشف فين النجاسة وكشف فين القداسة ووضح مش بس هو مين لكن وضح لنا احنا مين ووضح الشيء هو مين فخلى النور واضح فعشان كده هنا بيقول الرسول انه لا للخرافات وبيقول المؤمن القوي لو شفت مؤمن ضعيف منصاق شوية ورا الخرافات مهلا بيه رفقا بيه انا بتعجبني العبارة في عدد 14 عالم ومتيقن احنا شفنا التعبيرين دول في رومية 8 عدد 28 نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير بس في اخر الاصحاح فاني متيقن انتقل من العلم الى اليقين ومن اللغة الجماعية الى اللغة الفردية ده في رومية 8 هنا بيجمع الاتنين في ايه واحدة اني عالم ومتيقن اللي قداني العلم المسيح من كلمة الله ابني العلم منين مش من خرافات الاقدمين يقولك يا عم ده فلان قال يا عم سيبك من فلان اللي قال احنا عايزين ماذا يقول الكتاب اذا ما رحناش للشريعة ليس لنا فاجر اني عالم ومتيق بلغة برضو تيموساوس التانية اني عالم بمن امنت وموقن حلو لغة اليقين مش بس لغة العلم ودي اليقين اجيبه منين غير من هذا الكتاب العظيم اللي ينور الطريق فلانو حاكم عندنا ميل داخلي في طبيعتنا ان احنا نحاكم بعض صحيح لسبب بسيط شهير جدا ما بناخدش بالنا منه اني لما بحاكم اخويا بصغر غلطتي في وجهة نظر نفسي مش وجهة نظر الله طبعا فكأنه هنا اقول لي لا خلي بالك انت هتقدم حساب مش لنفسك عشان تحاول تصغرها وتخلي روحها كويس انت تقدم حساب لله نفسي طب انا عندي عندي تمييز وبشوف امور لا اقولك تحكم في ايه احكم بانك تسلك سكة اخوك فتبقى كملت المحبة ليس شيء نجسا بذاته تكلم هنا عن الطعام رسالة بوليس في رسالة رسالته الى تمونساوس الاولى الصح اربعة بيقول لان كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء اذا اخذ مع الشكر لانه يقدس بكلمة الله والصلاة البعض قد يتطرف ويعتبر ان في المسيحية مفيش حاجة نجسة اعمل كل نجاسة هؤلاء اشرار اعتقد انهم يعني مش بيجهلوا الى الدرجة دي لكن لان نواياهم شريرة بيتكلموا هذا كلام سمعت قريب حديث من واحد بيقول ان المسيحية تبيح ازا انا قلت يا راقل يا ضلالي يا شرير يلا هتقدم حساب لله برضو المسيحية بتعلم كده المسيحية اللي علمتنا ليكن الزواج مكرم عند كل واحد والمضجع غير دانس واما العاهرون والزنات سيادينهم الله لأ المسيحية بتعلم بالقداسة وفي الحقيقة مفيش تعبير عن قداسة الله زي اللي جي في الكتاب المقدس يعني العزة لله سمحها النبي المرنم مرتين لكن قدوس قدوس ثلاث مرات قدوس الله قدوس في المقام الاول الى ملائكاته ينسب حماقة واحنا اول حاجة بنكتشفها في محضر كلي القداسة قد احنا بشعين ويل لاني هلكت لان انسانه النجس شفتين وايوب العظيم يقول انا حقير فبماذا اجاوبك ارفض نفسي واندم في التراب والرمات لان المسيحية تعلمنا بالقداسة والقداسة التي بدونها لن يرى احد الرب واهيب بكل المشاهدين لو واحد مش عايش هذه القداسة الحق نفسك اطلب من الله طلبة عزيزة جدا قل له الدين القداسة وإلا فاخذ نفسي ملاش قيبة حياتك تضخن لنفسك غضب في يوم الغضب شئ رائع ان المسيحية تعلمنا حياة القداسة لان لان ليس ملكوت الله اكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس لان من خدم المسيح في هذه فهو مرضي عند الله ومزك عند الناس فلنعكف اذا على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض لا تنقض لاجل الطعام عمل الله كل الاشياء طاهرة لكنه شر للانسان الذي يأكل بعفرة حسن ان لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به اخوك او يعثر او يضعف عدد 17 بيحط لنا مبدأ في منتهى الروعة ليس ملكوت الله اكلا وشربا طبعا اليهود كان عندهم مشكلة في الحتادي لان كان عندهم وصايا صريحة في الاوين الصاح 11 بتاكل ايه وما تاكلش ايه وده كان كل ذلك رمز وكان ظل للامور العديدة لما جي المسيح قال لنا لا مش مسألة تاكل ايه لكن مسألة مختلفة خالص جم ناس في متى 15 من ارشاليم للجليل علشان يعني ينقشوا المسيح في مسألة ازاي تلاميذك بيأكلوا بايدا غير مخصولة هي دي اللي انتو جايين من اخر الدنيا ابن الله جاء من السماء الى الارض ليصنع الفداء والخلاص وانتو جايين التلاميذ بيأكلوا بايدا غير مخصولة ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان بل ما يخرج من الفم من داخل من قلوب الناس تخرج الافكار الشريرة الناس اسهل حاجة الاكل ده حرام الاكل ده حلال اكل ده وماكلش ده واحس في قلبي ان انا ملاختك كمال يا عم كمال ايه ربنا بيبص على قلبك مش على معدتك وعشان كده قال ليس ملكوت الله اكلا وشربا امال هو ايه يا رب بل بر وسلام وفرح في الروح القدس عيش صح عيش بالبر شيع جو السلام حواليك يبقى انت عندك سلام واللي حواليك عندهم سلام وفرح في الروح القدس هذا هو ملكوت الله ملكوت الله الدائرة التي فيها يسود الله اين يسود الله مش بتاكل ايه وما بتاكلش ايه مش ده لكن ملكوت الله تعرفه عندما تجد واحد عايش بالبر وبالسلام وبالفرح في الروح القدس وبعدين يقول ايا جميلة جدا في عدد 18 لان من خدم المسيح في هذه يا سلام انا اطول ان اخدم المسيح اه ممكن تخدم المسيح اخدمه ازاي يقول من خدم المسيح في هذه ايه هي هذه عدد 15 ان كان اخوك بسبب طعامك يحزن فلست تسلك بعده حسب المحبة لا تهلك بطعامك ذاك الذي مات المسيح لاجله لان من خدم المسيح في هذه لما راعي مشاعر الاخ الضعيف واخد بايده اكبره ورأيره حيا انا خدمت المسيح في هذه من خدم المسيح في هذه وليس فقط من راعى مشاعر الاخوتي لكن من خدم المسيح انا مش بس براعي وده طبعا جميل اني اراعي مشاعر الاخوتي لكن اجمل منه الف مرة اني اخدم المسيح في هذه هذا الشخص مرضي عند الله ومزكى عند الناس ومعتقدش ان فيه امنية عند التقي اكثر من ان يكون ربنا راضي عنه ياه ربنا يرضي عنه مش عايز حكى اكتر من كده ليتك ترضى والانام وغضاب يعني مش مهم الناس تقول ايه لكن ده انت مش بس حتبقى مرضي عند الله مزكى ممدوح يمدحك البشر وانا مش مدور على دي لكن الناس حتقول ان الراجل ده مرهم ما بيعملش مشاكل قديش رائع ان الله يبقى راضي وان المؤمنين مرتحين من هذا الاخ وده بحاجة بسيطة جدا اني اراعي مشاعر المؤمن الضعيف وعشان كده بيقول فلنعكف اذا ايجابيا وسلبيا على ما هو للسلام ما عملش مشاكل وما هو للبنيان ابني اخويا لما بيقول ملكوت الله بر وسلام وفرح يقول لنعكف على السلام والبنيان كأنه عايز يقول السلام اعودي اقوله اقوله التالب بتعملش مشاكل بس البنيان يقود الى البر العملي والى الفرح لما ابني اخويا طب انت شايف فيه مشكلة بدل ما انت قعد تدين وقعد تقوله تطلع للحد هنا هو مش قادر يطلع انزل ابنيه كمل الناقص فيه اللي انت شايف انه هو ناقص فيه واحسن طريقة نبني بعض بيها نفتح الكتاب مع بعض نصلي مع بعض انا اعتقد البساطة ديت محتاجين نرجع لها بدل ما نكبر الامور عشان كل واحد يحسن هو كبير لا انا بحبه عايزة اكبر اخويا فلما كبر اخويا كل تأكيد حاجات الضعف اللي موجودة فيه دي هتروح اتخيل لو المؤمنين ما سمعوش الكلام ده وتخيل لو سمعوه وما قطعوش فيكون ايه الجو بتاع الكنيسة هيكون ايه الجو بتاع الاجتماع نقدر نطلع بعض الكلمات اللي في النص اللي تورينا جو مرعب يعني الجو ده بيقول لهم فيه انت بتحط مصدمة بتحط معصرة وبسبب احزان وبسبب اهلاك ومش بس كده كمان ده الناس اللي برة بيتكلموا عليك بكلام سيء يفترح على صلاحك انت انت يا مؤمن يا قوي متمسك بحريتك ومش راضي تتنازل عن حقك عشان خاطر اخوك الضعيف ده تاخد بايده زي ما كنا بنسمع من لك اخي يوسف وتاخده لقدام وزي ما كنا بنسمع من لاخي عصام طب لو ما عملتش كده ما الناس هيبصوا على اللي انت شايفه صح وهيقولوا عليك ايه انت ماشي غلط وتحول الامر الى الى حرب جوه احزان عثرات صدمات حلاك افتراء غير الجو الصورة الاخرى الصورة لو المؤمنين سمعوا الكلام هيكون مفيش محاكمات لا ده طرق ممهدة اتذكر لتصر العراقيب سهلا يعني انت بدل انت بتشيله الفخاخ مؤمنين جمال جدا زي ما يكون معاهم كشفات الغام بيبص يشوف لا ده هنا اخويا ممكن يقع في دي لا انا هحوشها لقدام ده بيبص لقدام ومش بس كده بدأ البر العملي رسالة بر الله بدأ الناس يشوفوا بر الله في الحياة العملية بتاعت الكنيسة وعجبني كمان جدا لما الكتاب يرتب السلام ورا البر كعادة الكتاب لذا ده الوضع السليم البر اولا ثم السلام يعني رسالة روميا كده والعبرانين سبع وهو بيتكلم عن ملك صادق ملك البر اولا ملك البر ملك السلام ودي حقيقي عشان يحصل السلام بتعجبني كلمة السلام في اليوناني ايرين معناها الصحة الداخلية الصحة الداخلية عكسها اللي عكسها الواحد مكسور من جوه فعايز يقول المؤمن القوي لو ما عملتش كده انت نفسك كتوبة مكسور من جوه انت نفسك كتوبة تعبان من جوه لكن لو عشت البر العملي وعملت كده انت نفسك سليم من جوه ايه اللي يحصل في العلاقات مع بقية المؤمنين السلام صحة مش أنت بس صحيح لكن علاقاتك مع بقية أعضاء الجسد أصحواء ولسيما أنه هو انتقل من الجزء الأولاني في النص من كلمة عبيد إلى كلمة إخوة يعني مش بدأ يتكلم بقى عن السيد وعبيد دادا بيتكلم عن جو عائلي فإنت ده العيلة فيها سلام ونتيجة لوجود السلام في العلاقات جوه الكنيسة الروح القدس هيعمل إيه؟ سيضع الأفراح عشان كده واضح أنه بيحط صورتين متبينتين لمؤمنين بيسمعوا الكلمة ويغضعوا ليها ومؤمنين مش خضعين ليها لا تنقض لأجل الطعام عمل الله ياه الله عمل إيه؟ الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم الله بذلوا على الصليب ياه دي الكلفة عشان يخلص ناس أنا باجي بقى عشان خطر أكله لا راحت ولا جد بأنقض عمل الله بدل ما أشجع أخويا واجيبه الأدام بعثره وباوديه ده بعد كده بيقول لنا أنه ممكن أنه يهلك يعثر يضعف يهلك ياه ممكن أنه يهلك طبعا إذا كان مؤمن حقيقي لن يهلك لكن أنا اللي عملته يؤدي إلى هذا الأمر يعني أنا تسببت في شيء يؤدي إلى هلاكه لكن إذا كمه من حقيقي ربنا حيتولى أو زي ما واحد قال أنا دفعت شخص من الدور العاشر قاصدا قتله لكن فيه واحد من تحت تلقى اللي هو الراعي العظيم اللي هو الرب ياسوع اللي مش ممكن حيفلت واحد من خرافه أنا أتلت وهو المسيح نجة فلا تفعل ذلك لا تكون يعني في صف الشيطان ضد المسيح وضد الله وضد أخوك عشان خطر إيه أكله لا بيقول لنا حسن أن لا تأكل لحما ولا تشرب خمرا ولا شيئا يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف التصرف ده ممكن يعسر أخواتك اللي طبعا نعمل له إيه؟ يتفلق إذا عايز يتعسر يتعسر ولو إنت اللي بتقوم إنك تاكل شايف نفسك أقوى يحتمل ضعف الضعيف لكن كمان علي أن أنا أفتح الكتاب وأصلي معاه وأنا مطول بالي عليه ومع الوقت الرب زي ما علمني أنا هيعلم هذا إيه نواية الإيمان هنا؟ هل هو مرتبط بالمعرفة الكتابية ما يؤكل وما لا يؤكل؟ عزيز المشاهد رسالة رمية تجيب عن أهم سؤال في التاريخ كيف يتبرر الإنسان عند الله؟ قال داود في العهد القديم لا تدخل في المحاكمة مع عبدك فإنه قدامك لن يتبرر حي لكن في هذه الرسالة سنجد كيف يمكن للإنسان الخاطئ الأثي أن يجد التبرير والقبول عند الله هذا ما نحن ندرسه في رسالة رمية وندعوك لمتابعة هذه الدراسة في برنامج فاحصين الكتب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر